السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد خبرنا النهاردة من الأخبار العجلة ألقت الإدارة العامة لحماية الأداب القبض على اليوتيوبر الشهير محمد علي لقيامه بعدة نشر محتويات جنسية وإباحية خادشة للحياة العام وتصوير الفتيات في أوضاع جنسية معه بالفيوم ورصدت أجهزة الأمن الفيديوهات على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي لليوتيوبر الشهير محمد علي يقوم فيها بإعادة نشر محتويات جنسية وإباحية خادشة للحياة العام دون تميز ودون مراعاة لقيم وتقاليد المجتمع وبإجراء التحريات دلت أن المتهم يقوم بنشر تلك الفيديوهات لجني المال واستدراج الفتيات لعلاقات جنسية كما كان يقوم بإعادة نشر الفيديوهات المخلة لفتاة التشيك توك بهدف المال وبناء على ذلك صدر قرار من نيابة العامنة التابعة المأمورية مباحث مركز شرطة وسنة لحماية الأداء بضبط المتهم وضبط بحوزته على هواتف محمولة ولابتوب وأجهزة تصوير وتحويلات مالية كبيرة بالدولار مقابل قيامه بإعادة نشر محتويات جنسية وإباحية خادشة للحياء العام وبإجراء التحريات دلت أن المتهم قام باستدراج العجيز من الفتيات لعلاقات جنسية قام بتصويرها بنفسه واحتفظ بيها وأمرت نيابة قوسنا بحبس المتهم أربع أيام والتحفظ على المقاطع الجنسية وفحصها ومعرفة أطرافها والتحفظ على الأدوات والأجهزة المستخدمة في تصوير ونشر المحتوى الخادش يشار إلى أن وزارة الداخلية لم تكتفي باستهداف وتطهير المجال الإلكتروني من الفتيات والشباب الذين يقدموا محتويات جنسية بل تطهيره ممن يعيده نشر تلقى المقاطع وتجمعها وإعدادها مرة أخرى واستهداف كل من ينشر محتوى إباحي يهدد أمن واستقرار الأسرة المصرية ده كان خبرنا يا جماعة ويريد كل واحد ياخد باله من أن في حملة تطهير للسوشيال ميجا سواء للبنات بتوع التشيك توك أو للقنوات اللي فيها مقاطع إباحية فكل واحد ياخد باله سوبر ماهر الأول وبعدين اليوتيوبر محمد علي ولسه فيه كتير غيرهم يريد كل واحد يراعي المحتوى اللي بيقدمه أولا يراعي ابتغاء مرضات الله عز وجل وإن أنت بتاخد على كل مقطع بتنشره أو بتروجه بتاخد قبل ما بتاخد حكم من الدنيا بتاخد حكم من الله سبحانه وتعالى ده كان خبرنا النهاردة لو أنتم أول مرة تشاهدوا القناة ياريت تحطوا لايك على الفيديو تتعاموني باشتراك وتفعلوا زر الجرس أسيبكم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر